في كل صيف تتحول صحراء حرض وميد الشاسعة إلى جحيم اللاهب أما هذا العام فتجتمع سخونة الطقس مع عنف المعارك بين الجيش وميليشيا الحوث والمغلوع بيد أن عزيمة أفراد الجيش لا يثنيها شيء مع انتشارهم على طول المساحة المحررة من قلب هذه الصحراء المكشوفة والقاحلة حيث لا ظل فيها ولا مخبأ ترسل مدفعية الجيش الوطني قذائفها على مواقع وتجمعات الميليشيا المتحصنة بالمباني المهجورة في الوقت الذي ينتظرون فيه توجيهات بمواصلة خوض المعركة حتى النهاية منتظرون للعامر ومنتظرون لساعة الصف لا فرق إن ظل التقس على حرارته أو تبدل فما يستوجبه في مهمة هؤلاء الجنود هو إنجاز مهمة التحرير وتخليص محافظة حجة من قبضة الميليشيا الإنقلابية